انا عايز اعرف برضو منك ايه الفرق بين الياباني والصيني هل فيه فرق فعلا كبير وهل فيه الحروف كمان ولا اه هقول لحضرتك بالنسبة للنطق طبعا الفرق مختلف تماما بالنسبة للحروف نفسها الحروف في الصين بتكتب رموز بيسموها خانس واحنا اخدناها من عندهم الرموز دي اشبه بالهيلوغريفي كده يعني هي رسمة رسمة معنا حتى لو انا مش عارف نطقها ايه فانا مجرد معيني بتشوف انا بفهم ده طائر ده شجرة ده انسان فببتدي اكون معنا الجملة من خلال معاني رموز الياباني ما عملت البعثات التعليمية نقلت الرموز دي بس نقلتها برسوماتها بس ما نقلتهاش بالمعاني ولا بالنطق بتاعها مع الوقت في البداية كان صعب جدا على اليابانيين انهم يكتبوا بالرموز دي لانها مش لغتهم ومعقدة يعني فيها تفاصيل فابتدت الياباني ودي من اهم الحاجات اللي نفسي نقلها برضو هنا في بلادنا بإذن الله البساطة بساطة الحروف جدا وحولوها لرموز صوتية اللي هي بقولها حضرتك عليها 46 حرف الهيراجانة دي فالمجتمع كله بقى بيكتب النساء والشيوخ والاطفال والرجال مع الوقت اليابانيين بيحبوا قوي الاعتزاز ببلدهم فابتدوا يحبوا يميزوا الحاجة اللي مش اصلها يا بايني انها تكتب بطريقة تانية وفي نفس الوقت هم مش عايزين يعقدوا شعبهم احنا ما صدقنا علمناه فبساطة حروف الهيراجانة شالوا منها شوية يعني تفاصيل بسيطة وعملوا ابجادية تانية سموها الكاتاكانة برضو 46 حرف هم همهم بساط جدا يعني الفرق في طريقة كتابتهم عن 46 القانيين حاجة بسيطة خالص بعد ما الشعب خلاص تمام بقى بيقدر يكتب بالابجاديتين دول نسيوا بقى الكنجي يعني هم الكنجي ده اللي دخل من الصين في البداية سابوه علموهم هيراجانة بنكتب بيها الحاجات يابانية الاصل وبعد كده علموهم الكاتاكانة عشان يحسسهم بالانتماء ان دي حاجة يابانية ودي حاجة لأ مع الوقت بتاني يقولوا طيب دي لغة بتكتب بشكل بسيط طب ايه رأيكم نخلي النساء الشيوخ لأطفال يكتبوا بيها اما الرجال الساموراي نبتدي نكتب بالكنجي اللي هو الخانز اللي اخده من الصين ومن هنا بقى الياباني بيكتب بتلات طرق في وقت واحد تلات ابجريات مع بعض مع الوقت هو انا ما بجيش احفظهم مرة واحدة الكنجي طبعا رسوماته كتيرة جدا الحركة عارفة مثلا في الهيلوغريفي اكتر من خمسمائة حرف الكنجي او الرموز الصيني في اللغة اليابانية ممكن توصل مثلا لعشر تلاف او تلاتاشر الف انا مش مطالب ان انا احفظهم كلهم ابدا مطالب بس طالب الجامعي بيتخرج بحوالي الفين حرف على مدار اربع سنين يعني تقريبا في الترمي بيحفظهم حوالي 250 متقسمين فهو بيعلمنا حاجة في الدراسة التدريج والاستمرارية عارفة حضرتك الساستانابلتي احنا عندنا استمرارية يعني انا كل يوم لو هذاكر خمس حروف بس انا بذاكر كل يوم فببقى مؤهل ان انا يوميا عندي حاجة بتتعمل